لا تزال مشكلة أهالي بلدية زليطن المتعلقة بمسار الطريق السريع المزمع تنفيذه من مساعد إلى رسجدير قائمة دون وضع حل جذري لها رغم تشكيل لجنة خاصة بها ومخاطبة جهاز تنفيذ وإدارة طريق مساعد رسجدير في أكثر من مرسله إلا أنه رفض التجاوب معها مستغلنا على أساس أننا خذنا برأيهم وشكلنا لجنة من نخبة من المهندسين من بلدية زليطن أبدوا برأيهم وكتبوا لنا مذكرة أن من المستحسن أن يكون نقل الطريق إلى جنوب بلدية زليطن لأن هذا فيه ضرر على المدينة وصلنا رسالتهم إلى الوزارات وإلى جهاز تنفيذ الطريق السريع ولم نتحصل عليه جدوى في هذا الموضوع ما أخذوش بالرأي يعني قلنا لهم إحنا المواطنين متضررين وكذا وكذا وقالوا إحنا ضرورة من تنفيذ الطريق قلنا لهم إحنا مناش ضد الطريق إحنا مع الطريق طريق هذا طريق يحلم به كل ليبي وليبيا مسار الطريق الجديد والذي يبعد عن مركز المدينة بحوالي 6 كيلومتر يشتكي الأهالي منه بأن تصنيف الطريق لا يتناسب مع موقعه الحالي بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالممتلكات العامة والخاصة وضرب ما يسمى بالحزام الأخضر والذي يحتوي على عدد من المزارع التي تعتمد عليها المدينة هناك العديد من المشاكل المشاكل هي أو ضرر على مدينة زليطن باعتباره يقسم المدينة إلى قسمين نحن نقوله قسم شمال وقسم جنوب وباعتبار أن الطريق هذا مر من الحزام الأخضر لبلدية زليطن طبعا المسار هذا مر حسب المعروف أنه على مسار طريق النهر ولكن من خلال التقصي وجمع المعلومات بخصوص الطريق وجدنا هذا الطريق ارتداد حوالي تقريبا 20 متر عليه نقوله الأمبوب المياه النهر الأهالي قاموا بتقديم مقترح بديل لمسار الطريق والذي له بحسب وجهة نظرهم العديد من المزايا ويخدم الصالح العام ويقدم خدمات على المدى البعيد ويساعد في نقل الحياة والتوسيع المكاني والامتداد الحضاري بالمدينة بالإضافة إلى المحافظة على الحزام الأخضر والارتباط السكاني لعدد من المناطق